تحت رعاية الرئيس السيسي تواصل فعاليات الأوم الثاني من الملتاقة والمعرض الدولي الأول للصناعة ميشيل عون يغادر القصر الرئاسي اللبناني بعد توقيعه مرسوما بالموافقة على استقالة حكومة تصريف الأعمال بلينكين يتهم روسيا باستخدام الغذاء كسلاح وموسكو تنتقد واشنطن بسبب تصريحات عن اتفاق صادرات الحبون الثالثة بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرينج نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم الفرص الصناعية في ضوء التحولات العالمية وتوطين وتعميق الصناعة المحلية وتحقيق تنمية صناعية مستدامة ملفات تتصدر فعاليات الملتاقة والمعرض الدولي الأول للصناعة والذي يقام تحت رعاية الرئيس السيسي ويأتي الملتقى بمناسبة احتفال اتحاد الصناعات بمرور مئة عام على تأسيس الاتحاد ويعقد بمشاركة رجال أعمال ومجلس إدارة اتحاد الصناعات ورؤساء وأعضاء الغرف الصناعية والمجالس الاستثمارية أعمل مئة مشروع بالطريقة متع الدرسات الجرية دي ياخدوا خمس سنين بالطريقة اللي أنا بأتكلم عليها يمكن ياخدوا سنة عشان كده أنا بقول إيه أنا مستعد كدولة أدخل عشان يتجاوز موضوع الوقت والخوف عشان نقدم نحن ما فيه هدف منه غير إن أنا أشجع رجال الصناعة في مصر وكل من هو محتاج يتحرك معنا أقول له تطمن أنا معك تتواصل فعاليات الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة بهدف طرح أفاق النهوض بمختلف الصناعات وتتضمن أجندة فعاليات الملتقى والمعرض خلال الفترة من التاسع والعشرين وحتى نهاية أكتوبر الجاري عدة جلسات نقاشية بهدف بحث تعميق الصناعة المحلية وترتكز رؤية الملتقى والمعرض على دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية والتجارية على المستويات الإقليمية سواء العربية أو الأفريقية أو الأورو متوسطية أو الدولية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ولمزيد من المتابعة تنضم إلينا من مركز المنارة للمؤتمرات حيث يعقد الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة جرمين إبراهيم مرسلة التلفزيون المصري بعد التحية جرمين يعني ضعينا في تفاصيل المعرض لديك وردود أفعال المشاركين نعم بعد التحية بالفعل نتابع معكم من مركز المنارة للمعارض الدولية والمؤتمرات فعليات الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة والذي انطلق أمس تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ويستمر حتى الغد الواحد وثلاثين من أكتوبر الجاري هذا الملتقى والمعرض الذي ينظمه اتحاد والصناعات المصرية بالتزامن مع مرور مئة عام على تأسيسه إذا تحدثنا عن المعرض والملتقى بشكل أكثر تفصيلا فهو يعني يهدف لدعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكينات الصناعية والتجارية على المستوى الإقليمي والدولي بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة اعتمادا على ثلاثة أبعاد رئيسية هي البعد الاستثماري والاقتصادي والبعد الإنساني وبناء الإنسان وبعد الجمهورية الجديدة هذه الفعاليات تقام بمشاركة واسعة سواء من ممثلي الجهات الحكومية والمستثمرين ورجال الأعمال وأيضا ممثلي اتحاد الصناعات في مصر والدول العربية والأجنبية أما عن أجندة الفعاليات فهي أجندة كبيرة ومتنوعة ما بين جلسات نقاشية وحوارية تناقش عدد من الموضوعات والمحاور الرئيسية كالفرص الصناعية في ضوء التحولات العالمية وتوطين وتعميق الصناعة المحلية محلياً وإقليمياً نحو تنمية صناعية مستدامة إلى جانب الإمكانيات والفرص التصناعية في ضوء سياسة الدولة أما المعرض الذي نقف به الآن فهو يتكون من ثلاث قاعات على مساحة تتجاوز العشرة ألاف متر مربع وتضم الأجنحة عدد كبير من الشركات المشاركة سواء من القطاع الخاص أو قطاع الأعمال أو أيضاً شركات أعضاء بغرف اتحاد الصناعات وجهات دولية ومختلفة إلى جانب أيضاً تخصيص مساحات للمباحثات الثنائية ودعم الشركات المستقبلية فبشكل عام هذا المعرض والملتقى بيساهم في فتح أفاق أمام النهوض بالصناعة وتوطينها في ظل التحديات الاقتصادية إلى جانب أيضاً دعم الشركات المتبادلة وعرض قوة مصر الصناعية باعتبارها أحد الركائز الأساسية لاقتصاد الدولة وأيضاً بيتم من خلال هذا المعرض أيضاً طرح المبادرات الرئاسية والتي تقوم الدولة بتنفيذها كالمبادرة الوطنية ولتطوير الريف المصري حياة كريمة أيضاً مبادرة إبدأ والتي بيتم من خلالها دعم المشروعات المختلفة ودعم الصناعة المحلية بما يساهم في تعميق التصنيع المحلي وتذليل كل العقبات والمشاكل أمام الصناعين وهو يمكن هذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته أمس وهو أيضاً ما ترك رد فعل وأصداء وساعة أمام الصناعين هنا المشاركين في هذا المعرض من التجاوب مع كل هذه التصريحات وهو الأمر الذي يساعد في تعميق التصنيع وتوطين التصنيع المحلي وتذليل كافة العقبات أمام المصنعين وأيضاً فتح الباب أمام دخول الاستثمارات الأجنبية بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري كان هذه يعني كل التفاصيل أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو شكراً لك على هذه المتابعة التفصيلية جرمين إبراهيم مرسلة التلفزيون المصري الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية هي أسوأ أزمة يمر بها العالم وهو الأمر الذي انعكس سلبياً على كافة الاقتصاديات العالمية وعملت الدولة على دعم كافة فئة المجتمع عبر حزمة من الإجراءات الاجتماعية فضلاً عن دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة من أجل مواجهة تلك الأزمة المزيد في سياق العرض التالي والزميلة فاطمة خليل أهلاً بكم تعد الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية هي أسوأ أزمة يمر بها العالم تقدر خسائرها بأكثر من 12 رليون دولار حتى الآن ومع استمرار تلك الأزمة التي من المتوقع أن تطول أكثر من ذلك قامت الدولة بجهود كبيرة من خلال تنفيذ خطة عاجلة للحد من تأثيراتها تضمنت الخطة العاجلة خمسة محاور رئيسة تتمثل في تمكين القطاع الخاص ودعم وتوطين الصناعات المصرية مع زيادة الصدرات وتبني خطة واضحة لخفض الدين العام وترشيد استخدامات النقد الأجنبي وتنشيط البرصة المصرية والترحات وتوسيع قاعدة المستفدين من برامج الحماية الاجتماعية المحور الأول من الخطة يتعلق بتمكين القطاع الخاص ويستهدف زيادة في نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المنفدة لتصل إلى 65% بحلول عام 2024-2025 كما يستهدف طرح أصول مملوكة للدولة للشراكة مع القطاع الخاص بقيمة 40 مليار دولار خلال أربعة أعوام واستكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبنها الدولة أطلقت الحكومة وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تضم القطاعات والصناعات التي تخطط الحكومة للتخارج منها أو زيادة حصة القطاع الخاص فيها كما تسهم الخطة في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية بما يجعلها خطة متكاملة لتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي ولبث رسالة طمأنة للمستثمر المحلي والأجنبي المحور الثاني يتمثل في دعم وتوطين الصناعات المصرية مع زيادة الصدرات من خلال نقل التكنولوجيا الحديثة وما يتضمنه ذلك بالتوازي مع تدريب الكوادر البشرية وتدشين مبادرة إبدأ في دعم الصناعات الوطنية للمساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خلال أربع سنوات كما تقدم المبادرة مجموعة من الحوافز منها قطع أراض وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات أما المحور الثالث من الخطة العاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وهو المحور الخاص بخفض الدين العام وترشيد استخدامات النقد الأجنبي فالدولة بحلول يونيو عام 2027 تستهدف عودة المسار النزولي لنسبة مديونية أجهزة الموزنة أو الحكومة العامة للناتج المحلي مع استهداف خفض المديونية إلى نحو 72.2% والتوجه نحو ترشيد استخدامات النقد الأجنبي لدى جميع مؤسسات الدولة من خلال وضع تصور متكامل للسيطرة على الدين العام وجزب الاستثمارات الأجنبية بدلا من الأموال السخنة أما المحور الرابع فهو خاص بتنشيط البرصة وتعزيز التروحات الحكومية والذي يستهدف الوصول برأس المال السوقي إلى نحو تريليون وستمائة مليار جنيه في عام 2026 فاستراتيجية تنمية سوق المال تتمثل في زيادة عدد الشركات والمؤسسات المقيدة والمتداولة في السوق وزيادة عدد الأوراق المالية المقيدة بها وذلك لرفع درجة السيولة بالسوق وتنمية جانب العرض في السوق الأوراق المالية وضمن الخطة العاجلة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية يأتي المحور الخامس وهو المحور الخاص بالحماية الاجتماعية حيث تحرص الدولة على إطلاق حزمة حماية اجتماعية استثنائية تستهدف الفئة الأكثر احتياجاً وتقديم الدعم المادي لاستثنائي لنحو 9 ملايين ومائة ألف أسرة وتوسيع قاعدة برنامج تكافل وكرمة والذي يستهدف الفئة الأولى بالرعاية وهكذا تمضي خطة الدولة لمواجهة تدعية الأزمة الاقتصادية العالمية في الوقت الذي خفضت فيه المؤسسات العالمية من معدلات النمو الاقتصادي المتوقع عالمياً لعدة مرات وبشهادة المؤسسات العالمية ذاتها استطاعت الدولة بتوجهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تتجاوز المرحلة الأصعبة من تلك الأزمة من خلال العديد من القطة والإجراءات للتخفيف العبئ على الموطنين ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة تعقد تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل بعنوان التمويل الأجنبي لمؤسسة المجتمع المدني الوقف وذلك في إطار اهتمام التنسقية وسعيها الدائم لمناقشة أهم القضايا التي تشغل الشرع المصري بين المقتصين وأعضاء التنسقية كما تعقد تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا في السابعة مساء بعنوان صناديق الاستثمار الخيري والتمويل الأجنبي وكانت التنسقية قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات النقاشية بشكل يومي مع المختصين من كافة الطيرات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني وتبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسقية نظمت تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية بمركز قويسنا في محافظة المنوفية حول الحوار الوطني وأهم القضايا المطروحة على مائدته الجلسة النقاشية شهدت لقاء حول محاور الحوار الوطني وما يحتاجه أهالي مركز قويسنا من مطالب متعلقة بالتعليم والصحة ومشاكل المزارعين ودعم الزراعة والأسعار والتغذية المدرسية عقدت تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية مع عدد من مزارع دائرة منشأة القناتر بمحافظة الجيزة للوقف على المشكلات والمعوقات التي تواجه منظومة الزراعة وذلك في إطار جهود التنسقية للتعرف أو للتعريف بالحوار الوطني وخلال الجلسة تم الاستماع إلى التوصيات التي قدمها الحضور من المزارعين والتي من شأنها تحسين الأوضاع الزراعية والقائمين عليها كما ناقشت الجلسة توصيل خدمة الصرف الصحي والغاز الطبيعي ومياه الشرب إلى قرى دائرة منشأة القناطر وملف الحيز العمراني وقانون التصالح في مخالفة البناء غادرت بعثة عمرة المولد النبوي الشريف التابعة للقوات المسلحة إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة ضمت البعثة عددا من القادة والضباط وضباط الصف والمتقاعدين والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأسرهم وذلك وسط مشاعر إيمانية صادقة تملأها الفرحة والرجاء في إتمام المناسك والقبول من الله وتنفيذا لتوجهات القيادة العامة للقوات المسلحة باتخاذ كافة السبل لتيسير أداء المناسك للمعتمرين قامت إدارة الشؤون المعنوية بالإعداد والتجهيز الجيد لبعثة العمرة بدءا من إنهاء إجراءات الصفر والإقامة والتنقلات والإعاشة اليومية بالأراضي المقدسة وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للتيسير على ضيوف الرحمن نفذ مركز البحث والإنقاذ الرئيسي للقوات المسلحة التجربة مصر ثمانية والتي تضمنت تنفيذ سيناريو واقعي لعملية إنقاذ طاقم وركاب مركب صيد ينفذ هجرة غير شرعية تعرض إلى الغرق وعلى متنه 130 فردا من جنسيات مختلفة أثناء إبحاره بالقرب من ميناء دوميوت وتهدف التجربة لمتابعة الجاهزية والتنصيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة لمواجهة مثل هذه المخاطر والتدخل السريع لإنقاذ المصابين وانتشال الضحايا وتقديم الدعم الطبي والإداري لهم شهدت الأكاديمية العسكرية توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الدفاع الجوي وكلية الهندسة جامعة القاهرة لمنح خريجي كلية الدفاع الجوي درجة الباكالوريوس في الهندسة تخصصات الهندسة الكهربائية والميكانيكية في أحد البرامج التخصصية وهي هندسة الاتصالات والحاسبات والميكاترونيكس وذلك بنظام الساعات المعتمدة يهدف البرتوكول إلى تحقيق التكامل وتعظيم الاستفادة بين الطرفين من خلال تبادل الخبرات العلمية في مجالات العلوم الهندسية والبحث العلمي وتطوير المناهج العلمية والبيئية التعليمية ومجالات الدراسات العليا بهدف الارتقاء بالإمكانيات العلمية لكل الجانبين نظمت الأكاديمية الطبية العسكرية المؤتمر السنوي الرابع لدول حوض البحر المتوسط للجراحات الدقيقة في المسالك البولية وذلك على مدار ثلاثة أيام بمكتبة الإسكندرية وشملت فعليات المؤتمر نقلا حيا ومباشرا لعدد من عمليات المناظير الدقيقة التي نفذت بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالإسكندرية مصطفى كامل وعدد من المستشفيات بالدول المشاركة بالمؤتمر باستخدام أحدث المناظير الدقيقة كما تضمن المؤتمر عقد عدد من ورش العمل لأطباء المسالك البولية من العسكريين والمدنيين للتدريب على أحدث التقريات لمناظير المسالك البولية استقبل المستشار حماد الصوي النائب العام رئيس جمعية النواب العموم العرب عددا من أعضاء النيابات العامة وهيئات الادعاء العام من أعضاء الجمعية وغيرهم من الأشقاء العرب وذلك على خلفية مشاركتهم في ورشة عمل متخصصة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وخلال كلمة له بالورشة دعا النائب العام إلى ضرورة طرح التوصيات والأفكار في نهاية الورشة للإسهام في تطوير العدالة الناجزة في كافة الدول العربية وتهدف هذه الورشة إلى تبادل الخبرات والرؤى لتعزيز استراتيجيات الملاحقة القضائية لمكافحة الاتجار بالبشر وما يرتبط بها من جرائم وذلك من خلال عرض الإطار القانوني الدولي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تواصل وزارة الداخلية حبلتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 468 قضية أمونية بمضبطات بلغت قرابة 112 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 17 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي لإستلاء الغذائية تم ضبط قرابة 80 طن أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 15 طن أسمنت في وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 722 قضية من بينها 131 قضية خبز نقص الوزن و120 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 13 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 127 طن بحثت وزارات التعاون الدولي والبيئة آخر مستجدات المفاوضات مع شركاء التنمية متعدد الأطراف والثنائيين والتحالفات الدولية المعنية بتمويل المناخ بشأن المشاركة في تمويل المنصة الوطنية للمشروعات المناخية في مؤتمر المناخ كوب 27 التي تم إطلاقها يوليو الماضي كما تمت مناقشة تطورات إعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل والذي يعد مبادرة وطنية من أجل تحفيز التمويل المبتكر وتعزيز جهود تمويل المناخ محليا وإقليميا ودوليا ودفع المجتمع الدولي للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ تفقد رئيس هيئة الرعاية الصحية المشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل أحمد السبتي ومخافظ جنوب سيناء خالد فودة وممثلة منظمة الصحة العالمية بمصر نعيم القصير الاستعدادات النهائية للتأمين الطبي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 27 شملت الجولة مستشفى شرم الشيخ الدولي والمستشفى الميداني المقام بجوار مركز المؤتمرات الدولية بشرم الشيخ وقد أكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أنه تم تدريب الأطقم الطبية على طب الطوارئ والحالات الحارقة بالمشاركة مع منظمة الصحة العالمية إضافة إلى محاكاة كل السيناريوهات المتوقعة لعملية الإخلاء الطبي عند وقوع أي حادث أو أزمة طارئة كما أكد على التنصيق مع هيئة الإسعاف وجهزية فرق الانتشار السريع للتدخل وتقييد دينيس دعم قام سفير مصر لدى كندا أحمد حافظ بزيارة إلى مقاطعة أنتاريو في إطار التواصل مع الجاليات المصرية في أرجاء كندا فضلا عن مواصلة التفاعل والانخراط مع الأطراف والمسؤولين الكنديين من أجل الدفع قدما بالعلاقات المصرية الكندية وخلال الزيارة التقى السفير أحمد حافظ بوزير البيئة لمقاطعة أنتاريو ديفيد بيتشيني لبحث أولويات الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ كوب 27 والذي تستضيفه مصر بشرم الشيخ كما زار السفير الكاتدرائية القبطية مار موركوس بتورونتو وهي أكبر كاتدرائية مصرية خارج مصر وقع الرئيس اللبناني مشيل عون قبل ساعة من انتهئي ولايته الرئاسية مرسوما بقبول استقالة حكومة نجيب مقاطي التي كانت تقوم بمهام تصريف الأعمال منذ تقديم استقالتها في مايو الماضي ويعد القرار خطوة غير مسبوقة في تاريخ لبنان حيث تقتضي الأعراف الدستورية أن يتم توقيع مرسوم استقالة الحكومة مع مرسوم تكليف الحكومة الجديدة لتفادي الفراغ الحكومي التام وفي غضون ذلك توافدت أعداد كبيرة من اللبنانيين على قصر الرئاسة في بعبدة للمشاركة في مراسم انتهاء ولاية الرئيس اللبناني مشيل عون وانتقاله من القصر إلى منزله كله من المنظوم الحكمي من ثنينة وثلاثين سنة وصلونا لهالحالة هايدي البلد حتى يعيش بده إصلاح بده يخلص النفزين ياللي شلوا القضاء وقفوا التحقيق الجنائي بما يتعلق بالمرفأ بحيانا أبريانا أبريانا محبوسين أيضا لماذا؟ لا لأن الرئيس مجلس القضاء الأعلى ما بده يعين قضاء ينظر بأضيته قال البطرياركة اللبنانية الماروني بشار الراعي إن النواب والسياسيين في البلاد مسؤولون عن الفراغ الرئاسي مع انتهاء ولاية الرئيس ميشيل عون دون انتخاب خليفة له ووصف الراعي الشغور الرئاسية في لبنان بالمؤامرة مشيرا إلى أن الدولة بلا رئيس كجسم بلا رأس محملا المسؤولين والسياسيين هدم مؤسسات الدولة تباعا وصولا إلى رئاستها أعربت مصر عن خالص تعزيها لحكومة وشعب العراق في ضحايا حادث انفجار سهريجي ببغداد مما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين وتقدمت مصر في بيان لوزارة الخارجية بصادق تعزيها لذوي الضحايا الأبرياء متمنية الشفاء العاجل للمصابين أدانت مصر الهجوم الإرهابية الغادر الذي استهدف وزارة التعليم الصومالية من خلال تفجير سيارتين مفخختين بشكل متعاقب بالعاصمة مقدشيو وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية على موقفها الراسخ الذي يدين مثل تلك الأعمال الإرهابية أي أن كانت صورها أو دوافعها مطالبة بضرورة تكاتف المجتمع الدولي من أجل اقتلاع الإرهاب من جذوره وتكفيف منابع تمويله ودعمه أعلن الجيش السومولي استعادة السيطرة على منطقة استراتيجية بمحافظة شبيلي الوسطى وذلك خلال عملية عسكرية ضد حركة الشباب الإرهابية وأضف الجيش السومولي أن العملية أسفرت عن مقتل أكثر من مائة عنصر من الإرهابيين وذلك في التفجير الإرهابي المزدوج الذي ضرب مقاديشيو تفجير مزدوج يضرب قلب العاصمة الصومالية ليقع أكثر من مائة قتيل ونحو ثلاثمائة مصاب وما أشبه الليلة بالبارحة فالموقع ذاته شهد في ذات الشهر من عام 2017 هجوما مماثلا بشاحنة أوقع حينها أكثر من خمسمائة قتيل وأدى لإصابة أكثر من مائتين وتسعين شخصا الهجوم الجديد نفذ بسيارتين مفخختين حيث انفجرت الأولى عند تقاطع مزدحم ولدى تجمع الأهالي والأمن لمساعدة الضحايا تم تفجير السيارة الأخرى الهجوم تلاه إطلاق نار كثيف على مبنى وزارة التربية والتعليم قبل أن تسيطر القوات الصومالية على المشهد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود تفقد موقع الحادث وتوعد بوقف مثل تلك الهجمات التي اتهم حركة الشباب الإرهابية بتدبيرها في ظل صراعها المحموم للإطاحة بسلطة الشرعية الصومالية منذ أكثر من خمسة عشر عاما حركة الشباب الإرهابية التي سبق لها أعلان الولاء لتنظيم القاعدة الإرهابية اضطرت في عام 2011 لسحب عناصرها من العاصمة الصومالية تحت وقع ضربات الجيش الصومالي لكنها لا تزال تسيطر على أجزاء وساعة من أطراف الدولة وتواصل شن هجمات قاتلة على أهداف مدنية وعسكرية قال وزير الخارجات الأمريكية أنطوني بلينكين أن روسيا تستخدم الغذاء كسلاح بوقف مشاركتها في صفقة حبوب البحر الأسود والتي توسطت فيها الأمم المتحدة وقال بلينكين أن أي إجراء من جانب روسيا لتعطيل صادرات الحبوب يجبر العائلات في جميع أنحاء العالم على دفع المزيد من أجل الغذاء أو الجوع انتقد سفير روسيا لدى واشنطن الولايات المتحدة لإصدارها ما وصفه بتأكيدات كاذبة بشأن قرار موسكو تعليق مشاركتها في اتفاق استئناف صادرات الحبوب عبر البحر الأسود من ناحية أخرى وصف السفير أناتولي أنتونوف رد فعل واشنطن على الهجوم على ميناء سيفاستوبول بأنه مشيد لافتا إلى عدم إظهار واشنطن أي تنديد بالأعمال التي وصفها بالمتهورة لنظام كييف وأضاف أنتونوف أنه يتم تجاهل كل المؤشرات على ضلوع متخصصين عسكريين بريطانيين في تنسيق الهجوم الكبير باستخدام طائرات مسيرة أعلن مركز التنسيق المكلف بالإشراف على تطبيق اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية توقف حركة سفن الشحن التي تنقل الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود وقال المركز أن ذلك يأتي بعدما أعلنت موسكو تعليق مشاركتها في الاتفاق الذي وقع في 22 يوليو بعد هجوم مسير على سفينتها من جديد تعود أزمة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود إلى واجهة الأحداث فبعد أن أعلنت روسيا تعليق مشاركتها في الاتفاق الذي تم في يوليو الماضي بوساطة من الأمم المتحدة في أعقاب ما وصفته بهجوم كبير من طائرات مسيرة أوكرانية على أسطولها في شبه جزيرة القرن لازالت ردود الفعل العالمية تتوالى الرئيس الأوكراني فوليدمير زيلينيسكي قال إن تعليق روسيا للاتفاق يتطلب ردا دوليا قويا من الأمم المتحدة ودول مجموعة العشرين فيما ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالقرار وصفا إياه بالمشين وأنه سيفاقم الجوع إلى ذلك قال الاتحاد الأوروبي إنه يتعين على جميع الأطراف لمتنعوا عن أي إجراء أحادي من شأنه أن يعرض مبادرة حبوب البحر الأسود للخطر فيما أكدت الأمم المتحدة أنها على اتصال بالسلطات الروسية بشأن الوضع على الجانب الآخر أبلغت روسيا الأمينة العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيروش بأنها ستعلق الاتفاق إلى أجل غير مسمى معللة هذا بأنها لا تستطيع ضمان سلامة السفن المدنية كما طلبت مجلس الأمن الدولي بالاجتماع لبحث تدعيات هذا الهجوم كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صعد من انتقاداته للاتفاق في الأسابيع الأخيرة وأشار إلى أن الصادرات من روسيا وهي منتج رئيسي للحبوب تضررت بسبب العقوبات هذا وسمح الاتفاق الذي أبرم في يوليو بتصدير ملايين الأطنان من الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية منذ بدء النزاع في فبراير بعد أن أثار ذلك مخاوف من حدوث مجاعة عالمية أعلنت السلطات الأوكرانية تسلمها 28 دبابة من سلوفينيا ضمن المساعدات الغربية لمواجهة العملية العسكرية الروسية وكانت سلوفينيا قد أرسلت في وقت سابق أكثر من 35 مركبة عسكرية بينما تنتظر كييف أيضا وصول 40 مركبة عسكرية قادمة من ألمانيا وفي سيق متصل أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في أوداسا تدمير مستودع ذخيرة تابع للقوات الروسية في خرسون أعلنت قيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكراني أن قواتها المسلحة تمكنت خلال 24 ساعة الماضية من قتل 57 جنديا روسيا وتدمير المعدة العسكرية التي كانت بحوزتهم في الاتجاه الجنوبي وذكرت القيادة أن الوضع في اتجاه مدينة بوه الجنوبية لا يزال صعبا لكنه خاضع لسيطرتها فيما تتبع القوات الروسية تكتيكات الدفاع النشط وتعتمد على الهجمات الصاروخية على طول خط الجبهة وضفت القيادة أن وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية نفذت 190 مهمة إطلاق نار أسفرت عن تدمير نظام مدفعية وقذائف هون ذاتية الدفع ومدافع هاويتزر ودبابة وسبع وحدات مصفحة بحث وزير الخارجات الأمريكية أنطوني بلينكين مع نظيره الهندي هاتفيا عددا من القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الجانبين ناقشت تعاون في مكافحة الإرهاب كما تطرقت المناقشات إلى الأزمة الأوكرانية مكافحة الإرهاب توقعت مجموعة جولدمان ساكس أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة إلى 5% بحلول مارس 2023 وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي في ختام اجتماعه المقبل للسياسة في الأول والثاني من نوفمبر وأرجع التقرير ذلك إلى تضخم المرتفع بشكل غير مريح والحاجة إلى تهديئة الاقتصاد ذكر مسح صناعي أن الشركات البريطانية تعتقد أن الأوضاع الصعبة التي تخيم على أفاق الاقتصاد ستستمر في الأشهر المقبلة ورغم ارتفاع مقياس التحاد الصناعات البريطاني لنمو القطاع الخاص في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر إلا أنه لا يزال في منطقة لينك ماش وفي غضون ذلك تتوقع شركات الخدمة والتوزيع حدوث مزيد من التراجع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وذلك على الرغم من أن شركات التصنيع كانت أكثر تفاؤلا وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفين الدكتور أحمد عبود أستاذ الاقتصاد والإدارة المالية دكتور عبود بعد التحية مجلس الاحتياطي للفدرالي الأمريكي توقع ارتفاع أسعار الفائدة إلى 5% في مارس 2023 وعشرين وأيضا الشركات البريطانية ذكر مسح صناعية أن الأوضاع الصعبة ستستمر في الأشهر المقبلة كيف ترى هذه الصورة سواء في الولايات المتحدة أو في بريطانيا أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بسهلا نقول أننا عندنا أزمة في التضيئة العالمية وده أثر بشكل مباشر على قطاعات جميع الدول والخاصة القطاعات الصناعية والإنتاجية بسبب ندرة المواد التصنيع وارتفاع أطعار الطاقة وما أدى كنزيك لحدث تضخم غير مرقوب وأدى إلى رفض أسعار الفائدة وأثر بشكل مباشر على الإنتاج وعلى النمو الاقتصادي في جميع الكطاعات ولا خاص داخل أوروبا يعني أوروبا على سبيل المثال معداد تضخم وصلت إلى أقرب من 12% في بريطانيا على سبيل المثال أطعار الطاقة ارتفاع متقارب للضعف في أطعار الطاقة مع أيضا قلة الموارد الاقتصادية وده أثر بشكل مباشر على قطرة الصناعات على الإنتاج يعني ألماني على سبيل المثال هي دولة يعني معروفة اقتصاديا وصناعيا وإنتاجيا تعاني والقطاع يعاني اقتصاديا بسبب عدم وفرة الطاقة اللازمة للإنتاج احنا بنشهد فترة تضخم وده مستمر على الأقل 6 شهور وقد تمتد إلى أكثر من ذلك يعني مع استمرار الحرب وقلة الموارد وما سوف يؤثر بشكل مباشر على الإنتاج فده متوقع أن يكون ده أمر طبيعي في الفترة الحالية ويستمر على الأقل عام بريطانيا على سبيل المثال رئيس الوزراء يعني أعلن المؤخر أنه سوف يكون هناك قرارات صعبة بسبب وجود عجز في الموازنة ورغبة الدولة في تغطية تلك التكلفة عن طريق رفع معدلات الضرائب على الشركات وده سوف يؤثر بشكل مباشر أيضا على إنتاجية الشركات وعلى قدرة الدولة على النمو اقتصاديا يعني احنا بنتوقع كساد اقتصادي في الفترة القادمة داخل أوروبا وداخل الدول المتقدمة اقتصاديا ومقارنة حتى بالدول يعني هي الدول النامية أو الديبولبين كونترز على سبيل المثال دكتور أحمد عبود أستاذ الاقتصاد والإدارة المالية كنت معنا هاتفين من لندن شكرا جزيلا لك تتواصل حركات الإضراب في قطاع المعادنة وصناعات الإلكترونية في ألمانيا للمطالبة بزيادة الأجور يأتي ذلك على خلفية الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليا حيث تجاوز معدل التضخم 10% في ألمانيا أكبر اقتصادات أوروبا لا تزال تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على القارة العجوز مما تسبب في خلل في قطاع الطاقة والتصنيع أزمة تبعتها أزمات وإضرابات في عدد من الدول تأثرا بالأزمة الاقتصادية الرهنة التي يشهدها العالم هنا في ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا شهدت البلاد حركة إضراب في قطاع المعادن والصناعات الإلكترونية الكبير إضراب جاء بدعوة من نقابة النافذة أيجي ميتال للمطالبة بزيادة الأجور وسط مشاركة أكثر من ألف عامل وكثيرا ما تنفذ مثل هذه الإضرابات المنسقة والمحدودة زمنيا بالتوازي مع المفاوضات حول الأجور في ألمانيا ويجري ممثل أصحاب العمل مفاوضات حول الأجور مع موظف القطاع منذ أسابيع لكنها لم تثمر النقابة العملية أيجي ميتال تطالب بزيادة في الأجور قدرها ثمانية في المائة وهو ما رفضته الشركات في القطاع الاستراتيجي الذي يوظف ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف شخص ويبرر ممثل الموظفين طلبهم بالارتفاع الحاد في الأسعار في وقت تجاوز فيه تضخم عشر في المائة في أكبر اقتصادات أوروبا بينما تقترح شركات القطاع منح العمال منح لمرة واحدة بقيمة ثلاثة ألاف يورو تمتد على ثلاثين شهرا وإلى أستراليا حيث قال وزير الخزانة الأسترالي إن حكومة بلاده تدرس الإجراءات اللازمة للسيطرة على تأثير تكاليف الطاقة وسط توقع ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء بالبلاد في الأشهر المقبلة وتتوقع الميزانية الأسترالية ارتفاعا بنسبة عشرين في المائة في أسعار الطاقة في أواخر الفين اثنين وعشرين بالإضافة لزيادة أخرى بنسبة ثلاثين في المائة في عامي الفين ثلاثة وعشرين الفين أربعة وعشرين وتواجه الحكومة الأسترالية بعض الانتقادات لعدم تقديمها دعما يكفي لمساعدة الأستراليين على مواجهة ارتفاع الأسعار لكنها قالت إنها فعلت كل ما في وسعها الأسر دون المخاطرة بتفاقم التضخم ارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة ثلاثة بالمائة إلى تسعة وعشرين فاصل ستة مليار دينار مقارنة مع ثمانية وعشرين فاصل سبعة مليار دينار في نهاية عشرين واحد وعشرين وأظهرت الإحصاءات أن الدين الداخلي للأردن في نهاية أغسطس الماضي بلغ أربعة عشر مليار دينار وبلغ الدين الخارجي نحو خمسة عشر فاصل ثمانية وخمسين مليار دينار وبهذا تصل نسبة الدين العام الأردني إلى سبعة وثمانين فاصل ستة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وإلى حياة كريمة حيث وصلت القافلة الطبية بقرية الزهري بمركز البداري بمحافظة أسيوت أنشطتها لليوم الثاني على التوالي وتقدم القافلة الخدمة الطبية للمواطنين والعلاج بالمجان وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتستهدف القافلة على مدى يومين توقيع الكشف الطبية على أكثر من ألفين مواطن وذلك بجميع التخصصات إضافة إلى الأشعة وتحويل الحالات المرضية منها إلى المستشفيات المركزية القافلة الطبية دي إحنا بنخدم في المناطق الناية عبارة عن مستشفى متنقل فيها كل التخصصات من بطنة وأطفال وقراحة عندنا معمل طفاليات ومعمل الدم عندنا أشعة عندنا خدمة تنظيم الأسرة وخدمة الأسنان كل الحاجات دي إحنا عندنا بندخلها عندنا فيه برنامج عندنا برنامج التسجيل الطبي ده بندخل فيه كل البيانات في التسكرة عشان نعمل إحصائيات بتاعتنا إضالية هنا بتحتوي على جميع الأدوية اللي بتغطي جميع التخصصات اللي بتعالجها القافلة الأدوية كتيرة ومتوفرة عندنا مخزون ست شهور ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تتواصل بمحافظة سهاج للأسبوع الثاني أعمال البرنامج التدريبي إبدأ حياة يأتي البرنامج بمشاركة المبادرة الرئاسية مع مبادرة إبدأ لتطوير الصناعة المصرية وبالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي ومحافظة سهاج وتم تجهيز كافة الخدمات المقررة طبقا للبرنامج الذي يهدف لتدريب وتأهيل عدد من الشباب بجميع مراكز المحافظة لتأهيل وتدريب العمالة المصرية قدم مشروع مصرح المواجهة والتجوال التابع لوزارة الثقافة عددا من العروض المصلحية في 26 قرية من قرى حياة كريمة بست محافظات وذلك منذ انطلاق مرحلته الثالثة في 17 سبتمبر الماضي وشهدت العروض اقبالا جماهريا كبيرا وصل الى متوسط 2000 مشاهد بكل قرية ويستهدف المشروع الوصول الى 250 قرية من قرى حياة كريمة بواقع 18 محافظة نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء اعتزام الحكومة الغاء الدعم العيني للخبز وتحويله الى دعم نقدي تزامنا مع الازمة الاقتصادية العالمية واشدد المركز على استمرار الدعم العيني للخبز كما هو دون اي تغيير في المنظومة حيث يتم صرف الخبز المدعم للمواطنين على البطاقات التامنية بواقع 5 ارغفة يوميا لكل فرد بمعدل 150 رغيفا للمواطن شهريا واشار المركز الى انه يتم احتساب الارغفة التي يتم توفيرها على البطاقة خلال الشهر بنقاط مجمعة وذلك على ان يقوم حامل البطاقة التامنية بصرف فارق نقاط الخبز في شكل سلع غذائية وغير غذائية من المنافذ التامنية المختلفة قام برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر باطلاق عملية اعداد خطط استراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة لمحافظتي سهاج وقنة وتستهدف وضع رؤية طويلة المدى لما ستكون عليه محافظة سهاج وقنة حتى نهاية عشرين ثلاثين وقال وزير التنمية المحلية هشام امنى ان اعداد الخطط يأتي في اطار رؤية مصر الفين وثلاثين وتوجه الدولة نحو توطين اهداف التنمية المستدامة وذلك استنادا للجهود التنمية وما تم تنفيذه ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمبادرة الرئاسية حياة كريمة ترأس محافظ القاهرة خالد عبد العالى الاجتماع الدوري لمتابعة مشروعات بديل المناطق غير الامنة مثل الاصمرات معا اهلين وروضة السيدة وخاصة اعمال الصيانة والامن والحفاظ على المساحات الخضراء وتوافر الخدمات المقدمة في هذه المشروعات وخلال الاجتماع شدد محافظ القاهرة على هيئة النظافة وشركات النظافة بدرورة التأكد من قيام العمال باعمال الجمع السكني للمخلفات بصورة يومية كما قرر المحافظ خلال الاجتماع تشكيل لجنة لمراجعة البنية الاساسية بصورة دورية لجميع مشروعات الاسكان بديل العشويات وذلك لضمان استمرارية الحفاظ عليه في سوق المال تباينت مؤشرات البرصة المصرية عند ختام تعاملات اليوم مستهل جلسات الأسبوع حيث اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين للشراء فيما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق 751 مليار و300 مليون جنيه وذلك وسط تدولات بلغت نحو مليار و900 مليون جنيه وارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 10 من 100 في المئة في حين تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 0.5 في المئة وهبط مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 32 من 100 في المئة ترجمة نانسي قنقر اخبرنا وهذه تذكرة بالعنوين تحت رعاية الرئيس السيسي تواصل فعالية اليوم الثاني من الملتقى والمعرض الدولي للصناعة ميشيل عون يغادر القصر الرئاسي اللبناني بعد توقيعه مرسوما بالموافقة على استقالة حكومة تصريف الأعمال بلينكين يتهم روسيا باستخدام الغذاء كسلاح ومسقوط انتقد واشنطن بسبب تصريحات عن اتفاق صدرات الحبوب انتهت نشرة ثالثة من التلفزيون المصري دمتم في امان الله اشتركوا في القناة